فيه طبعاً كذبة كبيرة منتشرة في الساحة الرياضية أن إحدى المباريات إحدى المباريات لأحد الأندية في ملعب الجوهرة حضرها ثمانين ألف متفرج هذه طبعاً كذبة كبيرة كبيرة جداً للملعب ما يستوعب لا يستوعب هذا العدد لو تحط في الممرات وفوق الممرات بس هي ظهرت من يعني أحد الإعلاميين وبدت الناس تتداولها من سنوات قال لك لما افتتح الملعب حضر ثمانين ألف ملعب الجوهرة طاقته أقل من ستين ألف إذا تبغى تتكلم على أمن وسلامة فبالتالي لما تشوف الملعب لما يكون مليان ينباع ثلين وخمسين ألف تذكرة وممكن للمنظمين وبعض الزيادات اللي تكون موجودة حكمان ثلاث ألاف خمسة وخمسين ألف ستة وخمسين ألف فالنصف فوق بعضها لكن ثمانين ألف هي كذبة كذبة تاريخية يجب تصحيحها وأي واحد يقول لك احنا والله حضر عمدنا ثمانين يقول لك أسكت 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 لا تروج للوهم